بسم الله الرحمن الرحيم وبهن استعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تفسير رؤية حلم الدبور في منام العزباء وفي منام المرأة المتزوجة وفي منام الرجل الدبور في الحلم بيرمز إلى شخص صاحب فتنة وطبع دنيل أما صوت الدبابير في الحلم هو عبارة عن رجل فاصق لا يمكن أن نجا منه إلا بالاستعانة بفاصق مثله وهذا كلام ابن سيرين الدبور في منام العزباء هو عبارة عن رجل دنيء لا يريد بها خير ولسعة الدبور في الحلم للبنت العزباء ضرر من رجل سيء الأخلاق وقد يكون ضرر في السمعة ولسعة الدبور في حلم العزباء بذل على كلام يؤذيها ويجرحها أما عش الدبابير في منام العزباء مؤمرة وضرر وشيك وإن رأت العزباء عش الدبابير في حلمها فعليها أن تحذر من الأماكن التي تقصدها وتتحرى من تعاشر وتصادق كما يدل عش الدبابير في الحلم على ضرر مفاجئ من شخص مقرب الدبور الأسود في حلم العزباء أحد الرجال الكبار من أقاربها لا يريد بها خير أما الدبور الأصفر فرجل حاسد وعينه زائغة يتتبع أخبارها وأسرارها لغاية دنيئة أما إذا كانت صاحبة المنام في مشروح خطوبة أو علاقة عاطفية ورأت الدبور في الحلم فهو بيدل على الرجل لا يفي بوعوده ولا يعرف الإخلاص وضرره أكثر من نفعه في كل الأحوال موت الدبور في المنام للعزباء فرج ونجاه من الخوف والألأة مرأة أنها تقل الدبور في الحلم فهي تتخلص من شخص يزعجها أو تنجو من ضرره الهروب من الدبابير في منام للعزباء تفسير الهروب من الدبابير في المنام للعزباء هو بيرمز لمحاولة التخلص من أمر مخيف ومقلق ومرأة أنها تهرب من الدبور في المنام ربما تعرضت للتهديد أو الابتزاز كما بيدل هجوم الدبابير على العزباء في المنام على ضرر شديد من أشخاص لا أخلاق عندهم والنجاة من هجوم الدبور في الحلم بيدل على النجاة من كل ذلك بإذن الله تعالى رؤية الدبور في منام المرأة المتزوجة بترمز إلى من يزرع الفتنة في بيتها بيفسد عليها زوجها وأولادها وإن رأت المرأة المتزوجة الدبابير في بيتها فهم أشخاص يدخلون بيتها وفيهم الحاسد أو نية الضرر كما بيدل عيش الدبابير في حلم المتزوجة على مشاكل متتابعة ومتتالية ومفاجئة لسعة الدبور في منام المتزوجة كلام يجريحها ويؤذيها كما بتشير لسعة الدبور في حلم المتزوجة إلى تلفيق أمر لها واتهامها بالباطل والهروب من الدبابير في الحلم للمتزوجة خلاص من المشاكل ونجاه من الضرر حلم الدبور الأسود للمتزوجة بيرمز إلى الضرر من صاحب سلطة ربما كان مديرها في العمل أو مدير زوجها وإن كان زوج صاحبة الحلم سيء الطبع دل الدبور الأسود في حلمها على ضرر من زوجها لا ينتهي إلا بتدخل الأهل أما هجوم الدبابير السوداء في منام المتزوجة بيدل على اللصوص والسوركين والمعتادين عليها وهنا تحذر من أصحاب الكلمة والسلطة خصوصا كما بيدل عيش الدبابير السوداء في منام المتزوجة على اجتماع أهل الشر على الضرر أما حلم الدبور الأصفر للمتزوجة فبيدل على تعرضها للحسد من جرانها أو أقاربها تفسير حلم الدبور الأسود والدبور الأصفر في منام الرجل الدبور الأصفر في منام الرجل بيدل على صديق حسود لا خير فيه أو عدو بسبب له المتاعب لا تنتهي أما رؤية الدبور الأصفر في منام الرجل قد يدل على المرض والمتاعب الصحية أما الهروب من الدبور الأصفر في المنام بيرمز إلى الخوف من صارك أو الخوف من الحسد فإن نجأ الرائي من الدبور في الرؤية دل على نجاته من كل ذلك بإذن الله أما الدبول الأسود في منام الرجل بيدل رؤية الدبول الأسود في منام الرجل على شخص صاحب سلطة أو أمر أو نهي لكنه دنيء الطمع لا يؤتمن ومن رأى الدبول الأسود في الحلم يلحقه أصابه ضرر من مديره أو من صاحب سلطة أما رؤية قتل الدبول الأسود في المنام فانتصار على رجل قوي صاحب بطر أما تفسير رؤية الدبول الأحمر في الحلم الدبول الأحمر في المنام بيدل على المنافسة الغير شريفة في العمل أو الرزق رؤية الدبول الأحمر في الحلم بيرمز إلى شخص يغار من الرؤي غيرة شديدة وبينفسه على محبة الناس وعلى ماله أما بيدل هجوم الدبابير الحمراء في المنام على ضرر من النساء أو بسببهم والله تعالى أعلى وأعلم الهروب من الدبابير في المنام بيدل على الخوف والألأ من شخص لا أمانة له ومرأة الدبابير تلحقه في الحلم ربما يتعرض للتهديد أو الابتزاز من شخص دنيئ أما هجوم الدبابير في المنام أحداث مفاجأة تخيف الرأي طبعا بتعمله ألأ وبتصيبه منه ضرر في المال أو السمعة ربما اكتشف مؤمرة أو مكيدة والنجاة من الدبول في الحلم نجاة من خطر والغدر بإذن الله من رأى أنه يهرب من الدبور في المنام دون أذى فهو يتخلص من أمر يقلقه أو يخيفه وكل الهروب من الدبور في الحلم إنهاء علاقة فاسدة أو شراكة مع شخص دنيئ وبيكون ضرر ذلك بقدر ما ينال الرأي من ضرر الدبابير في الرؤية أما قال ابن شاهين الظاهري إن هش الدبابير في المنام وترضي الدبور بيدل على المرتبة والسلطة التي ينالها صاحب الحلم وإن لم يكن أهلا للسلطة ودل طرد الدبابير في منامه على الخير والمنفع عموما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته